أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديره للعلاقات الوثيقة والتعاون المشتركة ووحدة الرؤى التي تربط بين مصر وكينيا وخلال لقائه مع الرئيس الكيني ويليام روتو على هامش انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع كينيا في شتى المجالات صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الكيني أعرب عن تقدير بلاده العميق لعلاقاتها التاريخية الممتدة مع مصر مؤكدا حرص كينيا على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري ومثمنا الدور المحوري الذي تطلع به مصر إقليميا على صعيد صون السلم والأمن والاستقرار وتطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر تطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل خاصة مستجدات الوضع في السودان حيث اتفق الرئيسان على تكثيف التشاور والتنصيق خلال الفترة المقبلة بهدف إيجاد حل للأزمة في السودان يحقق التهدئة ووقف إطلاق النار بما يجنب الشعب السوداني الشقيق التداعيات الإنسانية للاقتتال ويدعم مسار الحوار السلمي ودفع العملية السياسية اشتركوا في القناة